دكتور أشرف هل علمياً وفلكياً صحيح أن ده أطول أيام السنة نهاراً وأكثرها ارتفاعاً في درجات الحرارة هل علمياً ممكن أقول كده؟ لا أكثرها ارتفاعاً لا بس أطول نهار ده شيء طبيعي لأن الشمس بتسطع بفترة أطول على نصف القرى الشمالي فبتبقى أطول نهار في نصف القرى الشمالي أطول نهار هنشهده في السنة هو بكرة وبعد كده بتبتدت إيه اللي بقى؟ لغاية ما نوصل للاعتدال الخريفي اللي هو في شهر تسعة بعد انتهاء فترة الصيف ده فلكية لكن الجو حر أو مش حر ده أرصاد جوية ده مش أرصاد جوية بس يخش فيها الفلك ويخش فيها الأرصاد الجوية وتخش فيها عوامل كتيرة جدا بس أنا ما أقدرش أقول كده غير بيبقى عندي مثلا أقمر صناعية بتصور للسحاب وهو جاي بيبقى عندي درجات الحرارة الضغوط اللي موجودة الخرايط اللي بتعملها الأرصاد الجوية وطبعا دي لها تطبقات كترا جدا لها تطبقات في الطيران لها تطبقات في البناء في الرياح في حاجات كتير جدا للأرصاد الجوية عشان كده هيطة الأرصاد الجوية لازم يوميا بتعمل تقارير للطيرات بتعمل تقارير حتى حملت الطيرات نفسها بتعتمد على درجة الحرارة وعلى كسافة الهوى وعلى حاجة كتير جدا فده علم ومعقد الواحد ما يستسهلش طبعا مثلا أرصاد جوية لا كل علوم الحياة حضرتك اللي بتعتمد حتى نقل اللي بيبسوا التلفزيون دلوقتي معتمد على الأقمار الصناعية أقمار الصناعية يكفي أن أقول لها حضرتك في 2022 أربعين أمر صناعي يتحركوا من مكانهم نسجة عصفة شمسية وده اللي احنا ممكن نخرشنه بعد كده أن احنا في ظروة ما يسمى بالنشاط الشمسي أو دورة نشاط الشمسي اللي هي 11 سنة طبعا عزين نوضح المصطلح ده ومصطلح علمي لسادة المشاهدين إيه المقصود بفكرة النشاط الشمسي دي حاجة طبيعية برضو عشان الناس ما تتخدش لنحن ممكن لما بدين نفسر حاجة أو نشرح للناس حاجة الناس بتتخدد تقول دي احنا داخلين مثلا في عصر جليدي أو داخلين في عصر حار جدا وفي ظاهر طبيعية لا دي كلها حاجة طبيعية جدا يعني ما بتقلقش يعني من سنتين اتسألت نفس السؤال هو وصيف درجات الحرارة عالية ليه هو وصيف اتأخر ليه هي الشتاء مش عايزة تيجي ليه الكلام ده كله فالنشاط الشمسي الشمس لسبب ما مفاعل زر كبير فدورة النشاط الشمسي تبقى عمرها 11 سنة بتزيد هي ابتدت في 2019 في احنا دلوقتي في النص في اعتبر في الزروة بتاعتها لغاية نص السنة اللي جاي زروة النشاط الشمسي معناها ان فيه انفجارات شمسية فيه عواصف بتحصل للشمس الحاجات دي تصل للارض بتعمل شحناك كبيرة جدا بتأثر على الامار الصناعية بتأثر حتى على الكهرباء يعني في كندا وامريكا اتدمرت بعد الشبكات او بعد الشبكات اتأثرت نتيجة العواصف اللي هي شحناك كبيرة جدا بتخش شبكات الكهرباء فبتزود الطاقة بتاعتها فبتخرج عن الخدمة فيه اتنين امر صناعي كندي تأثروا برضو في العشرين سنة اللي فاتوا فيه اربعين امر صناعي في فبراير 22 بعد اطلاقهم بخمسة ايام الى اقمار الانترنت اتحركوا من مكانهم نتيجة العواصف الشمسية فده ما بيأثرش بتختلف دكتور برضو عشان برضو نفهم اكتر من يعني جغرافيا من مكان لمكان اخر لا هي بتأثر على بر الارض على بر الارض كل بر الارض كل هل احنا احنا كمصريين او كمصري تقصرنا كمصريين حضرتك اللي ممكن تشوفه بكتير او ايو لو نفتكر عشرة ميل اللي فات كان فيه ألعاب نارية مالة اوروبا لغاية الجزائر شفنا ما يسمى بالوهج القطبي او الوان خضرة وصفرة وحاجات كده في السماء الناس احتفلت بيها وفرحت بيها الوهج القطبي ده غالبا بيحصل عند القطبين لان ربنا حامل ارض بحزامين مش شحنات الكهربائية اسمهم حزام فان ألن الحزامين دول بيحموا الارض من كل الشحنات دي ومن كل العواصف ومن كل حاجة حاجة ممكن قلتها قبل كده الناس اتخطط لو انت تحسب امكانية انتهاء الحياة على الارض قد ايه هتلاقي احتمالة كبيرة جدا الاحتمالية الاولية ان احنا نفضل في النعمة اللي احنا فيها يوم الايام قرب لا مش يوم الايام ده من ساعة الارض ما تخلقت غاية النهاردة صحيح بحاجة شعرف علم من ساعة ما تخلقت الارض لغاية النهاردة لو الشمس قربت شوية لو فيه مزنب ويقع لو فيك الاحتمالات بس اللي حافظ الارض سبحان الله احنا زي بيت زجاجة ربنا حافظنا الحمد لله من كل حاجة عمل لنا احزمة تحمينا من العواصف الشمسية تحمينا من الشوحنات الكاربائية ده التوازن البيئي اللي بيسموها توازن الحياة التوازن الحياة دي نعتبر احنا بنغير في القشرة لكن انت تكون حضرتك 15 مليار سنة الارض البقعة الشمسية اللي بتكلم حضرتك عليها اللي هي بتزيد اثناء النشاط الشمسي تشيل مثلا 20-30 ارض بقعة واحدة على الشمس الشمس قد الأرض مش اقول مثلا يعني ممكن يوصل لملايين المرة الكواكب دي كلها لو جات على الشمس مش هتعمل بقعة واحدة فاحنا الكون عظمته وعظمة القلق سبحانه وتعالى بيحمي الأرض من الحاجات اللي احنا عاديين نفكر فيها بس احنا كإنسان دايما بيجزع من أي حاجة يسبح ده احنا في نشاط سامج ده نهاية الكون ده يعني مثلا الدورة اللي 24 اللي هي كانت من عشر سنين فاتح النشاط الشمسي من أربعة نشاط من عشر سنين كان الشمس كانت هادية ما كانش فيه سنسبوتس ما كانش فيه بقعة شمسية كتير ما كانش فيه نشاط شمسي كتير طلعت بقى نظريات احنا داخلنا على العصر الجليدي ده خلاص الشمس ما بقيتش ناشطة زي الأول ده الطاقة اللي هيجلنا من الشمس هتبقى ريبة هتبقى قليلة الكلام ده كله